اشتركوا في القناة احصائية او مسح ميداني لصف معين موجودة بصفحة 46 من كتاب الطالب صفحة 44 من كتاب النشاط قبل ما ابدو الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الاستاذ طاحسين مدرس اللغة الانجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الاتدائي صفحة 46 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة احصائية او مسح ميداني لصف معين work with a partner اعمل مع زميلك to make a match لكي تعمل عبارات متطابقة فهنا منطيني مجموعة من الافعال ومجموعة من الاسماء المناسبة لهذه الافعال وصل الافعال بالاسماء المناسبة لعمل عبارات متناسقة ومتطابقة احنا تعودنا بالدروس السابقة انه نعمل عبارات وعرفنا ان الفعل ربما يناسبه اكثر من اسم لذلك اشوف الفعل واشوف شيني ناسبه واكون عبارة اكتبها بالدفتر طبعا ظن العبارات جدا مهمات بالامتحان التحريري العبارات السابقة اللي اخذناها نحفظها فقط معاني اما هذه العبارات اللي راح نطلعها بهذا الدرس مهمة املاء ومعاني لاننا ممكن ان يتجيني بالامتحان على شكل حروف ناقصة او حروف مباثرة مثل ما راح نجي نوضح بالتمارين كتاب النشاط فنجي نطلع العبارات نجي نشوف اول فعل اللي هو الفعل play play يلعب شن الاسم المناسب لهذا الفعل ندور بالاسم swimming سباحة احنا نعرف ان النشاطات اللي تنتهي ب-ing يجي قبل هالفعل go اذن play ما يناسبه karate وكذلك عرفنا ان الرياضات الفردية مثل karate الفعل اللي يجي قبله اللي يناسبه هو الفعل do اذن ما يناسبه play ندور غيرها جمناستك كذلك من الرياضات الفردية cycling من الرياضات اللي والنشاطات اللي المنتهي ب-ing computer games play computer games لعب العاب الكمبيوتر نعم هذا اول اسم مناسب للفعل play فنكتب بالدفتر play computer games لعب العاب الحاسوب نشوف اكو اسم ثاني مناسب للفعل play tennis نعم play tennis يلعب او لعب التنس اكتب العبارة الثانية play tennis play shopping التسوق غير مناسبة picnic نزهة غير مناسبة museum متحف غير مناسب او اتهم في البيت غير مناسب ننتقل للفعل الثاني اللي هو go to ذكرنا بالدس السابق انه اذا جاني go و to لازم ورا to اسم مكان فمن ندور الرياضات اللي تنتهي ب-ing ال-go وحدها هي اللي يجي وراها رياضة تحمل-ing اما go to يجي وراها اسم مكان فندور اسم مكان من ذن الاسم اسم المكان هو museum متحف go to a museum الذهاب الى المتحف فاكتب العبارة go to a museum الفعل الثالث هو الفعل go ذكرنا ان ال-go يجي وراها رياضة او نشاط يحمل-ing فاول شي go swimming الذهاب للسباحة هذه عبارة مناسبة اكتبها بعد go karate غير مناسبة والجمناستيق غير مناسبة go cycling نشاط ب-ing فاقول go cycling هذه العبارة الثانية اللي طلعناها وهي الفعل go نشوف اكو بعد عبارة shopping الذهاب للتسوق نعم كذلك هذا نشاط منتهي ب-ing نجي يناسب الفعل go فنقول go shopping الذهاب للتسوق اكو بعد اسم مناسب للفعل ماكو ننتقل الى الفعل الاخر اللي هو الفعل do نعرف ان do مناسب للنشاطات الفردية فاقول do karate the karate هي من الرياضات الفردية do karate and gymnastics كذلك من الرياضات الفردية do gymnastics هذا ما يخص الفعل do ننتقل للفعل help help يساعد نعرف ان الhelp يناسب الاسم at home يساعد في المنزل فاقول help at home اللي هي اخر اسم اما الفعل have معناها يحظى نعرف ان الفعل have يناسب الاسم picnic هذا picnic يحظى بنزه هذا ما يخص هذا النشاط منطين المجموعة من الافعال والاسماء المناسبة لها نكون من خلالهم عبارات متناسقة من العبارات لازم احفظها ان يملاءوا معاني لان جد المهمات بالامتحان التحريري من ان يمكن ان يجني على شكل حروف ناقصة او حروف مباثرة او مثل ما تعودنا يجيب ليها على شكل حقل A و حقل B وصل الافعال بالاسماء المناسبة ننتقل للنشاط الاخر work with a partner اعمل مع زميلك ask and answer questions اسأل واجب على الاسئلة with how often باستخدام how often اهنا عبارة عن نشاط صفي بين تلاميذ اثنين الاول يسأل والاخر يجاوبه بعدين الثاني يسأل والاول يجاوبه يسأل باستخدام يا أدات باستخدام أدات how often كم مرة او كم بالعادة الاخر يحاول يجاوب باستخدام عدد المرات مثل ما شرحنا بالدرس السابق او باستخدام غروف التكرار مثل ما شرحنا بالدرس اللي قبله فمثلا السؤال الاول التلميذ يسأل يقول how often do you help at home يختار العبارة من العبارات طلعناها لان العبارات طلعناها كتبناها بأسفل الصفحة قلنا مثلا how often do you كم مرة play computer games تلعب العاب الحاسوب او help at home مثل ما هو كاتب كم مرة تساعد في البيت يختار عبارة ويسأل عن عدد المرات القيام بهذا النشاط التلميذ الاخر اجاوبة اجاوبة شون مثل ما وضحنا بالدرس السابق باستخدام عدد المرات مثلا يقول لها twice a week مرتان بالاسبوع on friday and saturday يوم الجمعة والسبت تلميذ اخر يجاوبة يقول لها i never help at home انا ابدا لا اساعد في البيت هنا نلاحظ ان نستخدم ظرف التكرار وهنا نلاحظ ان نستخدم عدد المرات للاجابة على السؤال يبدأ بهو اوفن بعدين التلميذ الاخر يسأل هم يختار النشاط من الانشطة طلعناها مثلا يقول له how often do you play tennis كم مرة او كم بالعادة تلعب التنس الطالب الاخر اجابة باستخدام عدد المرات او باستخدام ظروف التكرار مثل ما وضحنا بالدروس السابقة اذن هذا مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة التحدث لدى التلاميذ ننتقل للنشاط الاخر شعبة اي او شعبة الف يعملون احصائية او مسح ميداني عرفنا ان احصائية read about what they are doing اقرأ عما يفعلوه فهنا منطيني يقول لي the pupils of class a are doing a survey تلاميذ شعبة اي او شعبة الف يعملون احصائية about how often they do some activities الاحصائية عن شنو عن كم مرة يعملون بعض النشاطات look at the chart انظر الى هذا المخطط they have drone الذي رسموه to show the information واللي يظهر لنا بعض المعلومات look at the chart انظر الى المخطط and read وقرأ the sentences وقرأ الجمل اللي اسفل هذا المخطط موجوده بالكتاب الطالب write t for true and f for false اكتب t اذا كانت الاجابة true صحيحة و f اذا كانت الاجابة false خاطئا قبل ما نحل الجمل خنوضح المخطط على ما بدنا نفتهم شون يتم حل هذا الجمل بصح وخطأ فمثلا اهنا منطيني عدد التلاميذ طبعا هذا العدد مو عدد التلاميذ كلي عدد التلاميذ اكثر من هذا العدد هسه رح نجي نوضح شون اكثر اذا هذا عدد التلاميذ اللي يعملون هذه النشاطات والنشاطات هي help at home المساعدة في البيت ذول عدد الطلاب بعضهم يساعد في البيت twice a week العمود اللي باللون الوردي معناها مرتان في اليوم 14 تلميذ يساعدون في البيت مرتان في اليوم بعد العمود الازرق once a day مرة في اليوم يعني 10 تلاميذ يساعدون في البيت مرة في اليوم والاخضر sometimes بعض الاحيان معناها 6 تلاميذ يساعدون في البيت بعض الاحيان و never معناها ابدا ما يساعدون في البيت اربع تلاميذ لا يساعدون في البيت ابدا فاذا كل عمود من ذن العمدة يوضحا لعدد قيام الاشخاص او عدد التلاميذ اللي يعملون هذا النشاط help at home وكذلك الحق للثاني عدد التلاميذ اللي يعملون هذا النشاط اللي هو watch tv will go to the museum اللي هو الذهاب للمتحف will play with friends اللعب مع الأصدقاء will eat sweets أكل الحلويات اذا عرفنا المخطط وعرفنا كل عمود يرمزل شنو وكذلك عرفنا الأنشطة اللي يقومون بها هؤلاء التلاميذ وعلى التلاميذ ننتقل إلى الجمل اللي بأسفل هذا المخطط على موضة نحلها نحلها على أساس المخطط خلينا نأخذ الجمل الأولى على سبيل المثال أولا جميع التلاميذ يشاهدون التلفاز نرجع للمخطط نشوف الجملة الصحيحة لو خاطئة وين النشاط مشاهدة التلفاز هذا نشاط watch tv مشاهدة التلفاز نشوف جميع التلاميذ يشاهدون التلفاز أنا ما محدد لي يقول لي sometimes لو twice a day لو once a day مرتان في اليوم أو مرة في اليوم يقول لي شوف لي ياهم كلهم يشوفون تلفزيون لو أكو واحد ما يشوف تلفزيون اللي هو never فأشوف ما لقيت أي طالب ما يشاهد التلفاز شون عرفت من خلال الحقل الأصفر ما لقيت واحد قل لي never I never watch tv أنا أبدا لا يشاهد التلفاز إذن أدي جميع التلاميذ يشاهد التلفاز بعضهم يشاهده twice a day مرتان في اليوم بعضهم يشاهده once a day مرة في اليوم وبعضهم يشاهده sometimes بعض الأحيان ماك ولا طالب قل لي أنا ما شاهد التلفاز إذن جميع التلاميذ يشاهدون التلفاز إذن الإجابة صح له الخطر الإجابة أكيد صح number two ثانيا most pupils help at home معظم التلاميذ يساعدون في البيت نرجع للمخطط ونشوف الجملة صحيحة لو خاطئة والنشاط help at home هذا النشاط help at home يساعدون في البيت لنجد نشوف معظم التلاميذ نلاحظ أنه 14 تلاميذ يساعدون مرتان في اليوم و 10 تلاميذ يساعدون مرة في اليوم و 6 تلاميذ يساعدون في بعض الأحيان فقط 4 تلاميذ ما يساعدون بالبيت إذن معظم التلاميذ يساعدون في البيت نعم معظم التلاميذ يساعدون في البيت إذن الإجابة صح له الخطر الإجابة أكيد صحيحة number three ثالثا فقط 8 تلاميذ لا يساعدون في البيت نرجع النفس نشاط اللي هو Help at Home ناجي نشوف شم طالب ما يساعد في البيت العمود اللي ما يقوم بالنشاط هو العمود الأصفر فاشوف شم طالب ما يساعد في البيت نلاحظ أن العمود الأصفر 4 تلاميذ 4 تلاميذ لا يساعدون في البيت وهنا نقال للي 8 تلاميذ إذن الإجابة صح لو خطئ الإجابة أكيد خاطئة فقط أربع تلاميذ لا يساعدون في البيت عشر تلاميذ يلعبون مع أصدقائهم مرة في اليوم نجي نشوف play with the friends اللعب مع الأصدقاء كم تلاميذ يلعب مرة في اليوم وين النشاط هذا play with the friends نشاط اللعب مع الأصدقاء أنا شريد أريد once a day اللي هو العمود الأزرق كم طالب عمود أزرق يلعب معه أصدقاءه نلاحظ بالعمود الأزرق ثمانية عشر تلاميذ وهو قال لي عشر تلاميذ إذن الإجابة صحة وخطأ الإجابة كيد خطأ أقول له 18 people ثمانية عشر تلاميذ play with the friends يلعبون مع أصدقائهم once a day مرة في اليوم وهو قال لي عشرة إذن الإجابة خطأ نمبر فايف خامسا everybody in the class eat sweets الجميع في الصف يأكلون الحلويات إجابة صحة وخطأ نرجع للمخطط نشوف هذا نشاط أكل الحلويات eat sweets نشوف كل التلاميذ يأكلون حلويات شون أعرف أشوف إذا ما أكل عمود الأصفر اللي هو ماك واحد يعمل النشاط معناها جميع التلاميذ يعملون النشاط فألاحظ أنه ماكو ولا واحد قائل I never eat sweets أنا لا أكل الحلويات إذن جميع التلاميذ يأكلون الحلويات منهم اللي يأكل الحلويات twice a day مرتان في اليوم ومنهم من يأكل الحلويات once a day مرة في اليوم ومنهم من يأكل الحلويات sometimes في بعض الأحيان إذن جميعهم يأكلون الحلويات ولا واحد قال أنا ما أكل الحلويات إذن الإجابة صح لو خطأ everybody in the class eats sweets الجميع في الصف يأكل الحلويات الإجابة أكيد صح number six سادسا most pupils watch TV only once a day معظم التلاميذ يشاهدون التلفاز مرة في اليوم نرجع على نشاط مشاهدة التلفاز هذا watch TV نشوف أنه اللي يشاهدون once a day مرة في اليوم هو العمود اللي باللون الأزرق كم طالب؟ 22 طالب والبقية يشاهدون twice a day مرتين في اليوم ثمانية واللي يشاهدون بعض الأحيان أربعة إذن معظم التلاميذ يشاهدون التلفاز مرة في اليوم الإجابة صح لو خطأ مثل ما هو قال لي الإجابة أكيد صح number seven سابعا there are 34 pupils in the class هناك 34 تلميذ في الصف الإجابة صح لو خطأ شون أحسب على التلاميذ أحسب من خلال إذن لعمد أختار نشاط وأحسب التلاميذ فخلنا نجي نشوف مثلا 12 زائد 8 هذا 20 و 14 34 لحد الآن النشاط الأول 34 شخص يقومون به نجي نشوف النشاط الثاني صحيح نفس العدد 16 24 و 10 كذلك 34 إذن النشاط الثاني همد يقول لي أنه 34 تلميذ النشاط الثالث 14 20 34 إذن جميع المؤشرات تقول لي أنه عدد التلاميذ هو 34 تلميذ إذن الإجابة صح لو خطأ الإجابة أكيد صح هذا ما يخص هذا النشاط مجرد نشاط صفي لجعل التلاميذ يفكرون أكثر بالإحصائية اللي منطين إياها عن بعض النشاطات اللي يقومون بيها التلاميذ غير مهم بالامتحان الشهري مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة التفكير ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين A write the phrases اكتب العبارات with the correct spelling بالإملاء الصحية هذا التمرين تمرين إملاء جدا مهم بالامتحان التحريري مثل ما وضحنا بداية الدرس أن العبارات اللي طلعناها لازم نحفظها الإملاء هذا التمرين هو صيغة اللي ممكن يجينا بيها بالامتحان على شكل حروف مباثرة فمثلا number one أولا هذه الحروف المباثرة شن النشاط اللي أقدر أطلعها أو العبارة اللي أقدر أطلعها من هذه الحروف المباثرة نقدر نطلع play tennis لعب التنس إذا تلاحظون أنه بداية الدرس طلعنا هذا النشاط اللي هو play tennis number two ثانيا شن العبارة اللي أقدر أطلعها من هذه الحروف المباثرة أكيد عبارة do karate اللي هي عمل نشاط الكراتي number three ثالثا كذلك شن العبارة اللي أقدر أطلعها من هذه الحروف المباثرة أكيد عبارة do gymnastic عمل الرياضات البدنية number four رابعا شن العبارة اللي أقدر أطلعها من هذه الحروف المباثرة عبارة go swimming الذهاب للسباحة number five خامسا شن العبارة اللي أقدر أطلعها من هذه الحروف المباثرة عبارة go rowing الذهاب للتجذيف number six سادسان شن العبارة اللي أقدر أطلعها من هذه الحروف المباثرة أكيد عبارة play football لعب كرة القدم إذن مثل ما وضحنا هذا التمرين تمرين ملاد جدا مهم بالامتحان التحريري من الممكن أن يجيب ليه على شكل حروف مباثرة ويطلب من عندي أن يطلع عبارات مناسبة مثل ما وضحنا بداية الدرس ننتقل إلى تمرين بي complete the list أكمل القوائم التالية use these letters استخدم هذه الحروف حرف the i, the i, the o, the a, the u إذا تذكرون أن هذا الشكل هذا المخطط وإذن الحروف بالذاش هنه حروف العلة وضحناها بالمراحل السابقة ويرجعي عيدهن بهذا الدرس لأنها حروف جدا مهمة حروف العلة يقول لك استخدم حروف العلة لإكمال هذه الكلمات كذلك هذا التمرين تمرين جدا مهم تمرين ملاد جدا مهم عبارة عن تمرين حروف ناقصة أكملها بحروف العلة شرط أن يكون الحرف اللي أكمل بي حرف علة وطبعا نمقسم لياها قبل كل كلمة من ذن الكلمات منطين الفعل play, help, go, have مثل ما وضحنا بداية الدرس العبارات لازم أحفظها كأملاء لأنه ممكن أن يجينا على شكل حروف ناقصة وحروف مباثرة تمرين أي أخذنا صيغة عن كيفية أن يجينا حروف مباثرة وهذا التمرين هو صيغة الحروف الناقصة لذلك هذا التمرين جدا مهم بالامتحان التحريري فمثلا play ومنطيني كلمة حروفها ناقصة شنية هاي الرياضة أو النشاط اللي ناسب الفعل play أكيد رياضة basketball كرة السلة شنية حروف الناقصة حرف a basket e a basketball كرة السلة الكلمة الثانية أو الرياضة الثانية اللي تناسب الفعل play هي رياضة computer games ألعاب الحاسوب شنو الحروف الناقصة حرف o computer u e computer games a e computer games ألعاب الحاسوب أما الفعل الثاني اللي هو have يحظى شنو الاسم اللي أقدر أطلع من هاي الكلمة اللي حروفها ناقصة كلمة picnic حرف i have a picnic يحظى بنزهة والكلمة الثانية have an ice cream يحظى بآيس كريم حرف i وال e وال e وال a have an ice cream يحظى بآيس كريم الفعل الثالث اللي هو help يساعد help at home الحروف الناقصة هو حرف o وحرف e أما الكلمة الثانية help your family مساعدة عائلتك الحروف الناقصة هو وال o وال you وال a وال i الفعل الرابع اللي هو الفعل go نعرف ان الفعل go يناسب الرياضات والنشاطات اللي منتهي بآي ان جي فالكلمة الاولى اللي هي shopping الحروف الناقصة الحروف الناقصة o وال i صارت shopping الذهاب للتسوق والثانية هي swimming i وكذلك حرف i go swimming الذهاب للسباحة نلاحظ ان جميع الحروف اللي كتبناها بالكلمات اللي حروفها ناقصة هي حروف الا ال a وال e وال o وال e وال a الاخره جميعها حروف الا ذلك كملنا الكلمات مثل ما طلبنا أدي باستخدام حروف الا مثل ما وضحنا هذا التمرين جدا مهم بالامتحان التحرير يجينا بسؤال لم لا مثل ما هو يطلب من أندي نكمل الحروف الناقصة ننتقل إلى تمرين c listen read and point استمع اقرأ واشر وانطيني محادثة بين ديمة وفراس ديمة كلامها واحد أما فراس منطين اختيارين يرد عليها باستخدام واحد من ذن الاختيارات اللي منطينيها كذلك ديمة ترد عليها ويرد عليها ومنطين اختيارين يطلب من عندي ان يختار الاختيار المناسب اللي يقوله فراس شون من خلال المقطع الصوتي لذلك رح نسمع المقطع الصوتي ونعرف فراس شون يرد عليها ديمة باستخدام خيار من ذن الاختيارات اللي منطينيها وبعدها نعرف شون مطلوب حفظه من هذا النشاط خلنسمع المقطع الصوتي واشي track 52 activity book unit 3 lesson 5 listen read and point how often do you help at home once a week where do you go on saturday i go to the park do you play tennis there no but i often play football with my friends لاحظنا أنه من خلال المقطع الصوتي اللي هو عبارة عن محادثة بين ديمة وفراس ديمة تسأل تقولها how often do you help at home كم مرة تساعد في البيت جاوبها باستخدام على المرات once a week مرة في الأسبوع سيلة مرة ثانية where do you go on saturday أين تذهب في يوم السبت جاوبها i go to the park أذهب إلى المتنزة سيلة مرة أخرى do you play tennis there هل تلعب التنس هناك جاوبها قالها no كلا but i often play football with my friends لكن غالبا ألعب كرة القدم مع أصدقائي تمرين d يقول لك listen again استمع مرة أخرى color the conversation boxes ولون صناديق المحادثات اللي اختاريناها اللي رد بها فراس على ديمة هذا مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة الاستماع غير مهم بالامتحان التحريري أو حتى الامتحان الشفوي ننتقل إلى تمرين d practice the conversation تمرن على المحادثة with a partner مع زميلك هنا لنرجع النفس التمرين تلميذ ياخذ شخصية ديمة وتلميذ ياخذ شخصية فراس ويدربون على المحادثة واحد يسأل والثاني يجاوب إذن مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة التحدث بالإضافة إلى مهارة الاستماع اللي أخذناها قبل دقيقة أما تمرين f look at the diagram انظر إلى المخطط منطين مخطط are the sentences true t or false هل الجمل صحيحة إذا صحيحة كتب t أم خاطئ إذا خاطئ اكتب f مثل الإحصائية اللي أخذناها قبل دقيقة لكن شكل الإحصائية مختلف خلنجي نوضح الإحصائية قبل ما نقرأ الجمل ونوضح إذا كانت صحيحة أو خاطئة هنا منطيني class c watching tv شعبة c تشاهد التلفاز إذن هذه الإحصائية خاصة فقط بنشاط مشاهدة التلفاز هنا منطيني ثلاثة رقم ثلاثة وخطوط مايلة خلنجي نشوف شن هاي دلالة الخطوط والمايلة معناها ثلاث طلاب أبداً لا يشاهدون التلفاز وهذه المربعات اللي هو خمسة نشوف شنوه once a week خمس تلاميذ يشاهدون التلفاز مرة في الأسبوع اللي منقطة اللي هي 12 تلميذ twice a day مرتان في اليوم وهذه الثانية اللي مشجرة عشر تلاميذ يشاهدون once a day مرة في اليوم والمنقطة بنقاط غامقة twice a week مرتان في الأسبوع ست تلاميذ يشاهدون التلفاز مرتان في الأسبوع نجي نقرأ الجمل ومن خلال هذه الإحصائية نوضح إذا كانت هذه الجمل true صحيحة أم false خاطئ number one أولاً there are 34 pupils in the class C هناك 34 تلميذ في صف أو في شعبة C نجي نجمع عدد التلاميذ كلهم نشوف شم تلميذ يطلع عندنا نشوف عدد التلاميذ 34 إذا 34 فالجملة صحيحة وإذا أكثر أو أقل فالجملة خاطئة فنجي نحسب 3 زائد 12 15 زائد 10 25 زائد 6 31 زائد 5 36 إذا نطلع عدد التلاميذ 36 تلميذ بالصف إذا الإجابة صحة وخطأ الإجابة أكيد خاطئ لأنه أقل لي عدد التلاميذ 34 وعددهم هو الفعلي 36 إذا نكتب F number two ثانياً 33 pupils watch TV 33 تلميذ يشاهد التلفاز هاي شلون نحسبها؟ أجي أطلع التلاميذ اللي ما يشاهدون التلفاز إذا كدأ عددهم نجي نشوف النظر الخطوط المائلة ثلاثة تلاميذ ما يشاهدون التلفاز أنا قصها من العدد كل التلاميذ اللي هو 36 تلميذ إذا كدأ يبقالي؟ يبقالي 33 تلميذ يشاهدون التلفاز بنسب متفاوته وثلاثة أصلاً ما يشاهدون إذن هو يقول لي 33 pupils watch TV 33 تلميذ يشاهدون التلفاز إذن الإجابة صح لأخطأ؟ إذن الإجابة نعم صح 33 تلميذ يشاهدون التلفاز وثلاثة فقط ما يشاهدون التلفاز وعدد التلاميذ كله هو 36 إذن الإجابة صح نمبر ثري ثالثاً only three pupils never watch TV فقط ثلاثة تلميذ لا يشاهدون التلفاز الإجابة صح لأخطأ نجعل كلمة never الخطوط المائلة فقط ثلاثة تلميذ لا يشاهدون التلفاز إذن الإجابة صح هذا ما يخص تمرين F كذلك هذا النشاط صفي لتطوير مهارة التفكير لدى التلاميذ كذلك التلاميذ من خلال الديقرام أو المخطط يستخرجون إذا كانت الجمل صحيحة أم خاطئة هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بمجموعة من العبارات الجديدة يجب حفظ هذه العبارات إملاء ومعاني لأن جداً مهمة بالامتحان التحريري ووضحنا شون يجتنا بتمرين A وB على شكل حروف مباثرة وحروف ناقصة وكذلك من الممكن أن تجيني بسؤال المفردات على شكل وصل وصل الأفعال بالأسماء أو العبارات المناسبة ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة أمامكم على الشاشة ترجمة نانسي قنقر